هذا وأكدت سعادة سيدة هالا رمزي فايز عضو مجلس الشورى خلال اتصال هاتفي في نشرة إخبارية سابقة أكدت أن عقد اجتماعات المجموعة في المملكة الأردنية الهاشمية أسهم في الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال التحول الرقمي والتكنولوجي كما كان فرصة للتعرف على مدى التقدم المتحقق لمملكة البحرين في هذا المجال مجموعة العمل البرلمانية رفعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي تعد أول شبكة برلمانية عربية تم تشكيلها بمبادرة من البرلمان العربي للدفع تجاه تحقيق المزيد من العمل التشريع المشترك في المجال التكنولوجي وبالتالي فإن عقد اجتماعات المجموعة في المملكة الأردنية أسهم في الاطلاع على التجربة الأردنية في مجال التحول الرقمي والتكنولوجي والتي تعد من التجارب التي لها رصيد مهم وحيوي في توظيف التكنولوجيا في مجالات متعددة كالاقتصاد والتعليم والصناعة وكذلك العمل البرلماني حيث جرت خلال هذه الزيارة عدة لقاءات واجتماعات مع مسؤولين برئاسة معالي الرئيس البرلمان العربي السيد عدل العسومي فكانت زيارة شاملة طلعنا من خلالها على التجربة الأردنية في التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا ودعم الابتكار في مختلف مفاصل العمل الحكومي والبرلماني ولا شك أن مثل هذه الزيارات تساعد على الإطلاع على التجارب بما يسهم في تبادل أفضل الممارسات والإطلاع أيضا على التدابير التشريعي المتبع وأيضا يعكس لنا مدى التقدم المتحقق لدينا في هذا المجال والذي يعد متطلب مهم للتطور في المرحلة الحالية والمقبلة اشتركوا في القناة